في حال تأكدت هذه الأطرحات المسربة هل تكون بشكلها الحالي هل تكون إسرائيل حققت ما تصب إليه من هذه العملية العسكرية؟ نستطيع أن نقول أن إسرائيل حققت أهدفها الرئيسة في العملية في جنوب لبنان اختلت القيادات الرئيسة واختلت المسؤولين الحركيين في المستوى العسكري وقامت بإجراءات كبيرة يهم الآن إسرائيل الترتيبات الأمنية إسرائيل اللي كان لها هدف هو زحزحة هذه العناصر من مناطق التماس وأقامت المنطقة العزلة والتحول إلى ترتيبات أمنية دائمة ببلا يمثل خطر وعودة طبعا على أمن إسرائيل وعودة السكان كثير من هذه النقاط تحققت للأمانة تقتضي أن نقول طبعا استهداف البنية العسكرية تم بصورة كبيرة سواء العناصر أو القيادات بصرف النظر عن استمرار طبعا حزب اللي امتلاك عدد من السواريخ وغيره لكن الآن قلصت قدرة الحزب بصورة أو بخرى الحزب لا يريد أن يكرر ما جرى لحماس في قطاع غزة وتخوفه من إنحازات كبيرة وتخوف الحزب أيضا من تحولات في الموقف الإيراني لأن الموقف الإيراني لا يزال غير واضح الرؤية أسواء في الرد أو عدم الرد على ما يجري في إطار مواجهته مع إسرائيل فالحزب يريد أن يقلل من خسائره بصورة أو بأخرى قبوله بوقف إطلاق النار معناه أنه سيقبل بالمعادلة في تأديري قبول بنصف المعادلة نصف حل وشبه خيار بنسبة لحزب الله للتعامل مع المشهد وإدارته بهذه الصورة لا يريد الحزب وقيادته الجديدة أن يخسر كل شيء إنما هو يقدم على خطوة أولى هل هم سيساندوا حماس وجبهات الإسناد الأخرى غير واضح الأمور في قطاع غزة الآن لا تحتاج إلى دعم حماس في وضع سيء للغاية وجبهات الإسناد الأخرى صامتة يعني لا يوجد تهديدات من قبل الطير الحوسي حتى هذه اللحظة بصورة كبيرة إسرائيل حققت إنجازات كبيرة وإسرائيل حققت إنجازات بالنسبة لجبهتي لبنان وقطاع غزة بصرف النظر عن ما قامت به لكنها حققت أهداف كثيرة هي تتردد بطبيعة الحال إسرائيل ولا تريد الدخول في حرب برية يعني أيضا هناك مخاوف إسرائيلية فبالتالي ما حققته الآن يحسب للحكومة الإسرائيلية هناك تخوف من الدخول في عملية برية ربما تكون مكلفة للغاية وهي بتتعثر طبعا في دخول القرى تتقدم وتتراجع لأعتبارات معينة وبالتالي إذا توقف إطلاق النار ستكون إسرائيل حققت جزء كبير من أهدافها دون أن تخسر شيئا لذلك المستوى العسكري يريد أن يقول أنه يستثمر فيما تم عسكريا وإحالة الأمر المستوى السياسي للترتيبات المقبلة بين الطرفين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر